تقص دافئ في أغلب المناطق ورياح نشطة وأتربة مثارة وأمطار رعدية على أجزاء من الوسطى وتفاصيل هذه الأحوال الجوية بعد هذا الفاصل أحزائنا متابعين تقص العرب أسعد الله مساءكم من المتوقع في يوم الغد أن تبقى الأجواء دافئة في معظم مناطق المملكة وأيضا أن تبقى الرياح نشطة مما يزيد نسب القبار في الأجواء تحديدا في الطرق الصحراوية وكما نشاهد هنا من خرائط الهطولات المطارية الواردة لدينا في مركز تقص العرب من المتوقع بمشيئة الله أن تتجدد فرص الأمطار على المناطق من الحدود الشمالية وأيضا على المناطق الشمالية من المنطقة الشرقية للمملكة وأيضا بعض المناطق من القصيم بمشيئة الله خلال ساعات نهار يوم الغد وتصل إلى ساعات الليل من يوم الأربعاء في هذه الليلة الأجواء في العاصمة الرياض متوقع أن تكون غائمة جزئيا درجة الحرارة تصل إلى 22 درجة مئوية وسرعة الرياح تصل إلى 18 كم في الساعة وفي ثلاثة أيام القادمة في العاصمة الرياض درجات الحرارة تنخفض تدريجيا يوم الأربعاء 33 درجة مئوية ترتفع قليلا يوم الأربعاء 34 ولكن تنخفض مجددا يوم الجمعة لتصل إلى 30 درجة مئوية خلال ساعات النهار أيضا درجات الحرارة الليلية تنخفض من 22 درجة مئوية إلى أن تصل إلى 17 درجة مئوية يوم الجمعة بمشيئة الله في العاصمة الرياض ومن الرياض إلى باقي مناطق المملكة ونبدأها من سكاكة 26 إلى 11 درجة مئوية أجواء مشمسة فرص الأمطار في عرعر من 26 إلى 11 درجة وفي تبوك من 25 إلى 10 درجات مئوية وأجواء مشمسة أيضا في المدينة المنورة فرص لزخات أمطار عادية بمشيئة اللام من 33 إلى 17 درجة مئوية في جدة 33 إلى 23 في مكة المكرمة 25 إلى 21 وفي الطائف من 25 إلى 15 درجة مئوية وأجواء غائمة في أبها أجواء مشمسة 22 إلى 14 في الباحة 23 إلى 16 وفي جزان من 28 إلى 26 درجة مئوية في ساعات المساء في الدمام 33 إلى 22 في حفر الباطن فرص لزخات أمطار عادية أيضا من 27 إلى 17 في الإحساء من 35 إلى 21 درجة مئوية في ساعات المساء في الرياض 33 إلى 22 في بريدة فرص لأمطار عادية أيضا من 29 إلى 19 كذلك الأمر في حائل من 27 إلى 12 درجة مئوية في ساعات المساء كانت هذه أبرز المعلومات الواردة لدينا هنا في مركز تقصى العرب إلى أن نلتقي في نشرات قادمة دمتم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر